احنا قلت الفترة اللي جاية عندنا مباراة اهمة جدا خلاص يعني قدام البنك الاهلي فازاي انا باقدر استغل الاوقات اللي فاتت والصعود للمباراة النهائية والحالة اللي احنا شوفناها في الدوري الفترة اللي فاتت ان انا اقدر ابني شكل جايد اللي ماتش البنك الاهلي واحضر له بشكل كويس وافضل محافظ على تحفيز اللعبين يكونوا لسه عندهم حالة الشغف والاسرار على التلت نقاط وحالة المكسب حالة المكسب دي لازم افضل ماسك فيها بيديو سناني ولازم المدير الفني وكل ما اعضاء الجهاز الفني والاداري والطب يحافظونا مع اللعبين على الحالة دي بيبقى الساعة دي تتضمن جانب نفسي جانب معنوي جانب ذهني كل واحد يشتغل شغلته واللعب اعتقد دلوقتي بقوا حاسين قيمة الوصليله حاجة بسيطة وكل حاجة بس حاسوا قيمة العلاقة مع الجماهير في لعبين دلوقتي يعني اتكتبت بينهم بين الجماهير ثقة وكتب بينهم بين الجماهير ان هما منتظرين منهم اكتر من كده وتفتح نفس اللعيبة باللغة الدرجة بتاعتنا يعني زي يستغل فتح نفس اللعبين للمبارات اللي جاية زي ان انا قدر من خلال ده وظفوا وطوعوا من اجل كمان النتائج عندي ثلاث نقاط مهمين جدا جدا ونفصل شوية الكونفودرلية وكل حاجة وعلانة وارسنا لكن عندي ثلاث نقاط يدوا رسالة اقوى لكل فرق الدول النتائج الزمالك شكله كده يعني البداية الجديدة اللي موجود فيها اللي بقى الهربعة خمس شهور دي شكلها توبيحها هيبتدي ايه؟ واحدة واحدة بتدت تبعه الارض فعلا يعني فكل ثلاث نقاط بتاخدهم وتحطهم في جيبك بتلقلك لمرحلة تانية خالص سواء عدد النقاط سواء ثابتا على الارض سواء انسجاما سواء ثقة للعبين ثقة مع الجماهير وشوفنا الحقيقة ندي الزمالك وجمهوره عمل ايه فترة اللي فاتت لما كان ابتدا يحس ان فعلا فيه تغيير حقيقي ابتدا يبقى موجود لفريق كرة قدمه للنادي ومصار النادي بشكل عام فتحفيز اللعبين لفترة الجاية مهم جدا الحفاظ على وحدتهم الحفاظ على شغافهم الحفاظ على الطموح التوازن النفسي الجانب النفسي المعناه والفني طبعا بقى نتحدث فيه ولا حرك خاصة ان شاء الله هنضمننا كمان يعني الناس اللي يمكن نجمين مهمين جدا كان لهم بصمة الفترة الفاتت سواء عبدالله سعيد وناصر ماهر كيفية استخدامهم مستر جميز يشتغل معهم ازاي يقدر يوظفهم وتوحهم تاني ازاي يمكن كمان تبقى فرصة انك بتخفى الضغط انه ممكن يبقى عندك ضغط ماتشاط وراء بعد مثلا ماتشان الدوري اللي جايين وفي نفس الوقت تطلع بامان عشان توصل للكمفادرية بشكل مناسب فست نقاط على فكرة لو خدناهم ودونا في حتة تانية مباراة البنك الاهلي مباراة سموحة لو خدنا الست نقاط دول انا في وجهة نظري نفسيا وتبدأ رسالة لكل الفرق نتزى مالك ما بيهزرش نتزى مالك لا الدوري مش رام يفوته وعلى حقيقة على الارض خنا نتكلم بحسابين انت لسه في الدول الاول يعني نتزى مالك لسه قدامه كتير جدا 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 واللي شفناه في الدوري مفاجآت كتيرة كل شوية فاحنا نعمل علينا وكمان مع وعينا ان احنا عارفين تعرضنا لايه كبداية موسم وتعرضنا لايه سنين طويلة فخلاص مش مش كده نردم بقى على ده ونعمل علينا ونشتغل وناخد ثلاث نقاط واحدة واحدة بإذن الله زي ما قلت لكم مطش البنك الاهل ان شاء الله من الخميس اللي جاي يعني بعد بكرة وطبعا عرفنا ان الجهاز الفني واللعيبة يعني حرسين بشكل معام ان هم يعني تجهيز اللعيبة بشكل عام طبعا علشان تخرج سبق من قائمة اللي هي فكرة ان انت تتحول بقى من افريقيا وغلق ملف افريقيا وكونفيدرالية والفرحة وليكننا قمت من خلال القناة الزمانية كان عارضنا لكم وشكل الفرحة كان عامل ازاي وكان من حقنا نفرح طبعا لان كان الموقف مش سهل ولعبتنا الحمد لله تلقى ورجالة وكانوا عند المعاد طبعا بدعم طبعا اعضاء مجلس الدارة سواء اللي كانوا موجودين او ما كانوش موجودين في الرحلة ودعم الجماهير برضو من مصر او كانوا هناك فالحالة الحمد لله جاهدة باقي بس نحافظ عليها فالفصلة ما بين البطولة الكونفيدرالية والدوري مهم جدا جدا واعتقد الراجل شغالها ده بشكل كويس واللعبين بيعندهم طمع في التلت انتقاط الجهيل لمبارات البنك الاهي توقعنا كمان وده اللي عودنا عليه جمهور الزمالك الفتر الفاتد ان شاء الله نتوقع حضور جماهيري كبير لمبارات البنك الاهي مبارات الدوري وكل حاجة لكن دي فيها اكتر من رسالة اولا الجماهير تفرح بلعبتها ثانيا اللاعبين يفضلوا حاسين ان في نفس على طول في ظهرهم وان الناس ما بترحمش يعني جماهير الزمالك على طول جماهير في ظهر اللعيبة فالنفس ده موجود بيخلي العباء على طول ايه قعد على نار فدي نقطة مهمة فالفات قاضي كواسي جدا فكرة ان شاء الله الجماهير يكونوا موجودين بعد كبير كمان توجيه رسالة دعم ومؤسرة للعبين قبل انهاء الكونفترية اه عارفين لسه عندنا ست نقاط لكن وجود الجماهير دايما بيحرق الصخر وجمهور الزمالك غير شوفنا فترات فاتت غير طيب